أقر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019 وأصدر المجلس قراراً بذلك بناء على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي وفق مجموعة متكاملة من المعايير المهنية وفق برنامج طوال العام للأنشطة والفاعليات الإعلامية وطلب المجلس الوزاري من اتحاد إذاعات الدول العربية التعاون والتنصيق مع وكالات الأنباء والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمني المباشر لفعالية الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي وشدد وزراء الإعلام العرب على تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية سنوياً عاصمة للإعلام العربي اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019 تعبير عن مكانة المملكة ودورها الإعلامي الرائد والمؤثر وصامة عبد المقصود الإخبارية من جامعة الدول العربية بالقاهرة اشتركوا في القناة